بحضور أكثر من خمسة ألاف شخص من مختلف دول العالم شارك وزير السياحة والأثار مكرم القيسي في معرض بيرلين السياحي بحضور 26 مكتبا سياحيا وقد صلت القيسي الضوء على تنوع المنتج السياحي الأردني مع التركيز على السياحة الدينية ومن أهمها المغتص عماد السيد المسيح وبقية أماكن الحج المسيحي في المملكة مشددا على استعداد الأردني لاستقبال السياحي الأجانبي من جميع دول العالم مع تأمين الراحة لهم كما حضر القيسي جانبا من اللقاءات مع شركات طيران منخفض التكاليف وعلى هامش المعرض جرى توقيع عددا من العقود مع شركات الطيران العارضي بهدف رفض السوق الأردني بالسياح الأجانب الذين سيسهمون وبشكل مباشر في تعافي القطاع السياحي الأردني من موجة الإلغاءات التي رافقت الحرب على غزة وأكدت الوزارة أن الجناح الأردني شهد اهتماما كبيرا من جانبي كبار المسؤولين وصناع القرار السياحي في السوق الألماني ومختلف دول العالم